اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وقاله تعالى نوحد مرادنا مع مراد الله من ليلة القدر ومن العشرة الأواخر ومن علاقته بينا تصور ربناه بيقولك يا عبدي أنا بحبك جنبي أنا عايزك جنبي لما تبقى جنبي هتفرح وكل ما تبعد عني هتعيش وحيد هتعيش في فراغ لأن قلبك ده هو بيت لحب ربنا سبحانه وتعالى وانت مش هتحبني لما تعرفني وتبقى جنبي لكن الحب السطحي المبني على علاقة التجارة بس بص الكلمة دي المبني على علاقة التجارة بس معايا وأول ما الصفقة والتجارة معايا تخلص بتنساني مش ده اللي أنا عايزه منك يا عبدي مش عايزك تجي لي يوم وبعدين لما تحس انك انت خلاص خدت اللي انت عايزه تبعد عني مش هتنبسط مش هتعيش سعيد ولا حالك هينصلح عارف لما ربنا يقولك أنا حابب تبقى جنبي بس انت حطيت حواجز كتير حطيت حواجز بين قلبك وبيني يوم ما بصيت بص على الحرام وكت مستمتع بالنظرة دي وانت عارف ان أنا غضبان وضلم حتة من قلبك بسبب الذنب ده يوم ما عملت طاعة وبعد الطاعة شفت نفسك شفت نفسك على ربنا وبدأت تلزم ربنا انه يكرمك في حاجات انا صلتلك لازم تعملي وبدأت تتكبر على الغلابة اللي ممكن يكونوا مش بيعملوا الطاعة دي حصلك عجب فضلم قلبك لانك ما نسبتش الفضل ليا كلمة قلتها في ظهر واحد شتمت وانت عارف ان أنا سامعك ومع ذلك حبيت برضو تقولها وانت عارف وما فرقتش معاك وضلم جزء برضو من قلبك يوم ما اديتك نعمة عشان تعرف المنعم وتحبه وتتعلق بيه وتقوله بحبك يا منعم سبحانه وتعالى وتكبرت باقتنائك للنعمة دي ودست على خلقي بسبب السلطة او النعمة اللي اديتها لك من مال وعصتني بالنعمة دي ويضلم حتة في قلبك برضو وكل شوية حتة تضلم وتموت في القلب يوم ما بتليتك عشان تقعد تفكر في لطفي وقرب منك وسط البلاء وازاي بساعدك وانت فمحنا ومع ذلك عاتبتني وقلتلي ليه بتعمل فيها كده انت ما لقيتش غيري ويضلم حتة في قلبك كل الحواجز دي انت اللي حطتها أنا النهاردة يا عبدي بقولك أنا عايزة شلك الحواجز دي عشان نكمل مع بعض عايزة اغفر لك عشان ما تحسش اني فيه بيني وبينك مسافات بعيدة أنا قريب منك عايزة لما النبي يقول للسيدة عائشة يوم ما سألته نقول ايه في العشرة الاواخر فقال له يا عائشة قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عننا عايزة تعرف اننا عفو فتعرفني يوم ما تجي لي من قامر ليلة القدر ايمانا واحتسابا التلات اربع ساعات اللي بتقوم سواء بتصلي او بتحيي الليل فأي حاجة ترضيني حتى لو في شغلك اي احياء يرضي ربنا هغفر لك كل ذنوبك عشان تعرفني فتقول يا عفو يا اللي بقى لي عشرين سنة بعصيك في لحظة ولا في ساعتين تلاتة عدوا بسرعة جدا بتسمحني والعفو هو محو الذنب ومحو آثار الذنب لكنك ما عملتش حاجة انت واحد تاني مع ربنا مش بس مجرد عارف انا ممكن اسامحك بس انا فاكر لك ان انت عملت حاجة فيه في قلبي كده من جوة فاكر ان انت غلطت في حقي لا 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 ده مش ربنا العفو انك انت اكينك انت واحد تاني اكينك ما عملتش الذنب ده اللهم انك عفو انتو حب العفو يغفر الذنب في دقايق بسيطة تقف بين ايدي ولا بتعمل اي عمل صحش انتقول يا غفور انا عرفتك يا غفور عايز اكمل معاك والله ما عرف حد زيك بي سامح كده عايز اكمل معاك يا عبدي ايه وعا تتحول ليلة الادر لصفقة وتجارة فقط مع الله كأنك علاقتك بتاجر لو خلصت الصفقة اللي بينك وبينه مش عايز اعرفه عارف لما احنا خدنا ليلة الادر عايزين ثوابها ده شيء راقي بس ما ينفعش يكون رقم واحد عارف لما خدنا ثواب ليلة الادر بحثا عن الثواب وبحثا عن المغفرة ونسيانا لاستمرار العلاقة مع الله عارف اللي حصل اول حاجة بدأت القطيعة بين العباد وبين ربنا بعد ليلة الادر بعد ما خدوا احتياجاتهم من ربنا سبحانه وتعالى وفضي المسجد وفضية العيون من الدموع عارف اللي حصل تاني سبنا ربنا سبحانه وتعالى سبناه سبناه لان احنا ما حسناش باحتياجنا ليه لان حسنا بتطمئنان ان حمل الزنوب عارف الذنوب دي تعمل ايه؟ بتعمل ضنك في العيشة وانت مش عايز ضنك في العيشة انت عايز رزق واسع ومش عايز ديء في نفسك وهم في قلبك عشان تعرف تستمتع لأنا عايز ربنا ينزل السكينة علي لما يغفر لي ذنوبي ينزل السكينة علي وخايف من القبر انا عايز قبري يبقى حتة من الجنة وخايف من العذاب في النار انا عايز اجري واتنطط واتفسح في الجنة انا عايز انا عايز منه الثواب ده هو هيديهولك هو هيديهولك بس اخد بالك يا عبد لو انت نيتك بس الحسنات وثواب ليلة القدر من غير ما يبقى نيتك تكمل معاه بعد ما شلك الحواجز اللي انت حططها بايدك بينك وبينه لو ماش نيتك انك تكمل معاه هو بيقولك انت لو عايز الحسنات انا بديك حسنات في حاجات اقل من كده بكتير ده انت لو قلت سبحان الله وببص من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه من قال سبحان الله وبحمده في ديئتين مئة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه قال صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنه ولا الضالين امين قلوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة اللي يقول امين بعد الامام الملائكة كمان بتقول امين لو قلت امين مع الملائكة حديثة في البخاري المسلم يعني خدوا كزا القرآن اللي يقول امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه امين مبروك ما عندكش ولا ذنب أنت لسه مولود من بطن أمك دلوقتي كما في الصحيحين من الحديث أبي هريرة كلمة الحمد لله بعد الأكل ولا الشور بترضي ربنا كافية لردى ربنا تصدقك بتمرة بقرش أكي يحطي لك جبل في ميزانك كما قال صلى الله عليه وسلم يلاقي التمرة زي الجبل في الميزان لو أنت بتدور على الحسنات لو أنت عايز الحسنات مني يا عبدي صدق ربك الحسنات سهلة قوي عند ربنا عز وجل وأنا هقول لكم حاجة أنا عارف أن الناس مش هتيجي عشان يعيش مع بعض ونكمل مع بعض إلا لما ديهم الهدية دي فقلت لهم تعالوا خدوا الهدية دي بس عشان نكمل مع بعض فجموا هما بيبصوا جايين في الطريق بصين على الهدية ومش بصين علي جم بيتي عشان الأكل اللي هأكله لهم هما مش عايزيني أنا هما مش فضيين ليه أنا هما هيشبعوا بالأكل هما هيفرحوا بالأكل هما ليه عندهم جرأة علي كده بعد رمضان هما ليه مش بيخشوا بيتي بعد رمضان هما ليه مش بيفتحوا مصحفي بعد رمضان اتطمنوا هما اتطمنوا خلاص وخدوا الهدية أخدوا ليلة القدر أخدوا العشرة الأواخر ولله الماثرة الأعلى بقى لو أنا صاحبك طب و أنا صاحبك تجاي لي بيتي عشان تاخد هدية طب و أنا أنا اللي حابب أعيش معاك انت سايبني ليه انت ليه بتقرأ القرآن بسرعة في العشرة الأواخر عشان تعمل ختمة في العشرة الأواخر عشان تاخد كل حرف بعشر حسنات عشر حسنات عشان تنجيك يوم القيامة ويوسع رزقك بالحسنات في الدنيا طب سألك سؤال انت عرفت ايه عن ربنا في القرآن بعد من القرآن خلص الختمة ممكن تقول لي آية خلتك بعد كده من كتر ما انت عايز تدور على ربنا أو على صفاته في القرآن وتقرأ القرآن بتدبر يا رب عرفني عليك في كلامك الانسان لما بيتكلم انت بتعرفه وعمر كان بيقول تكلم لي أعرفك الستلاف آية اللي في القرآن بعد ما تقراهم بتدبر تبدأ تمشي في الشارع تدور على الصفات ربنا اللي عرفتها في كلامه عن نفسه ده بيعرفك على نفسه في كلامه ليه خلص القرآن في رمضان وكمان ختمة في العشرة الأواخر ومن أول الصبح لغاية بالليل يوم ليلة القدر وقريط خمس ستة عشر تجزاء بسرعة 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 عشان أخد الثواب بسرعة عرفت عني إيه خدت مليون ألف حسنة مش ده مراضي يا عبدي أنا لو حبيتك وحبيتني الجنة دي مخلوق من مخلوقاتي اللي خلقها ربنا في طرف تعين قديها لك في لحظة بنظرة رضا ونظرة رحمة الواحد عايزني أنا عايز حبي أنا لازم ننزل نصلي في ليلة القدر قيام الليل لازم ننزل كلنا لكن بنية تانية مش لخطف ثواب ليلة القدر ثواب ليلة القدر بنا نتيجة لعلاقة هتبدأ بعد ليلة القدر لأن احنا بنشوف ناس كتير متدينين أمه مش راضي عنه ومتطمن لسه رجع من الجامع عنده تهاون في الحقوق مع الناس في التعامل في التجارة نماذج كتير ملتزمين بس هم اتطمن لأنه من أهل بيت ربنا من أهل المساجد مالك فيه إيه تضرب مراتك ليه إيه الأسوأ اللي في قلبك ده وانت من أيما جوزك زعلان ليه الأسوأ دي ورجع من الجامع بالعباية بتاعتك إيه اللي حصل نتاشنا الثواب خدنا الثواب مبروك عليك الثواب بس ده مش مراد ربنا مراد ربنا أن يديك الثواب وهو معك مش يديك الثواب من غيره صدقني ده الحال اللي بعد رمضان لازم نقف وقفة صدق ونية صادقة مع نفسنا هقول كلمة قلتها من شوية والله العظيم الأسهل علي أحضر لكم درس في لحظة عن ثواب ليلة القدر ونجري على الجوامع وبي باي بعد كده وزي ما بيحصل كل سنة لكن لا لازم نعرفه هو لازم نشوفه هو لازم نعرف إن حجم الثواب الضخم ده دليل على صفة من صفاته إنه عفو لازم نعرف إنه في نظرة رضا في ليلة القدر يعتق ملايين الناس شنو هو كريم فنعرف الكريم ونعرف العفو فنكمل معاه بعد رمضان مش بعد كده نقول له خدناها خلاص وتلاقي النفوس هي النفوس والشخصيات هي الشخصيات هو متطمن لإنه قام ليلة القدر وصام رمضان إيمانا واحتسابا خد بالك أنت بتصوم كل يوم ربنا كما في الصحيحين بيبعدك عن النار سبعين سنة مسيرة سبعين سنة مع صيام كل يوم فإنت المفروض لما تاخد الثواب ده تفكر الأول ياه إيه الفضل ده يا صاحب الفضل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل العظيم إيه الفضل ده رب ما نعرفش حد زيك يا رب عايزين نكمل معك يا رب مش عايزين نبعد عنك بعد رمضان يا رب شفنا الثواب فدلنا عليك الثواب كان بعد ما شفناك عرف إنك أنت كريم فالثواب دل عليك مش الثواب كان الغاية الثواب نتيجة لأن إحنا نعرفه فنكمل معاه يلا وإحنا الفصل داخل علينا دلوقتي نوعيد صدق نية التفكير أنا عايز إيه من العشرة الأواخر عايز أخطف الثواب والله يعيده لك في نظرة رضا في لحظة ولا عايز إيه أنا عايز هو عايز أكمل معاك يا رب يا رب شيل الذنوب اللي بيني وبينك في نيلة القذر عشان أتشجع أكمل معاك مش عشان بعد ما تشيلها هتوفقني وتديني فلوس كتير يعصي أنا عايز فلوس وبعدين توسعلي في قبر يعصي أنا عايز أتفسح في القبر وبعدين تديني الجنة يعصي أنا عايز أتير في الجنة وهو وهو ربنا الله فين فين الله فين هو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا عارف معنا الكلام ده أي واحد مشتت عايز حاجات كتير أوي وواحد لواحد مش عايز غير واحد فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا لا رب احنا سلم ليك يا رب مش عايزين غيرك ولما هترضى الجنة هتيجي والفلوس هتيجي والحسنات هتيجي هيحبنا ومش هيكرمنا بص عليه هو بتبصش على الحاجة اللي معاه صلوا على النبي شكوا على تفاصل إن شاء الله اللهم بصلي وسلم على سيدنا محمد وآله كان الصحابة يا جماعة والصالحين بيبقوا مدركين إن ليلة القدر دي ليلة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى فكانوا بيزينوا نفسهم وكأنها بداية جديدة لعلاقتهم بربنا اللي ظهر اسمه الموحي في ليلة زي دي بيحي قلوب ماتت بسبب كثرة الذنوب وبيحي قلوب بعدت بسبب نسيان ربنا والعصيان بنعمته وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا بحبكوا جنبي خليكوا جنبي ما تاخدوش الهدية وتمشوا خلوكوا معايا فكان الصحابة بيغتسلوا كل يوم كل يوم في العشرة الأواخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل كل يوم بين المغرب والعيشة مع بداية الليل وكان صحابي زي تميم الداري شاري عباية بألف درهم بس عشان الليلة اللي بيتوقع تكون ليلة الأدر يلبسها في الليلة دي وبعدين يسيبها للسنة الجاية ومالك الإمام مالك برضو كان بيعمل كده كان يشتري عباية أغلى عباية عنده يلبسها في الليلة الأدر لأنه متزين للقاء ربنا سبحانه وتعالى عشان بيقوله يا رب إذا كنت زعلت مني في يوم بالأيام أرجوك افتح لي بابك عشان نكمل مع بعض فإذا كان ليلة القدر اسمعوا الأثر ده جماعة فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض لأن العبادة زينوا نفسهم لأن العبادة زينوا أنفسهم بالطاعة بالصوم والصلاة في ليالي رمضان وزينوا المساجد بالقناديل والمصابيح فيقول الرب تبارك وتعالى للملائكة أنتم طعمتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون اذهبوا إليهم الليلة حتى ترواهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين ربنا بيقول للملائكة انزلوا في تفسير تنزلوا الملائكة ليه بتنزل الملائكة ليلة القدر ربنا اللي بيأمرهم تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم انزلوا انتوا طعنتوا طعنتوا في الخلق في البني آدمين وقلتوا أنهم مش هيلتفتوا لي ويعبدوني وهياخدوا النعم بتاعتي يفسدوا بيها في الأرض انزلوا شوفوا بيحبوني قد إيه شوفوا هم قاعدين بين إيديا بيعيطوا عشان أحبهم وارض عنهم انزلوا تفرجوا وأنا بقرأ الأثر ده مديرت شمسك نفسي قلت يا رب في ناس كتير مش جاي عشانك انت في ناس جاي عشان حاجة عندك عايزينها منك مش عايزين يكملوا معاك هيسبوك وهتشوف اللي كانوا بيعيطوا في المسجد دول في ليلة العيد بيعملوا ايه بل في اليوم التاني من رمضان بيعملوا ايه هم كانوا فاكرين الثواب ده شطارة منهم فتجروا معاك وبس فكروش فيك انت وفتكروا ان التجارة معاك دي هي الغاية ان علاقتهم بيك التجارة دي هي نفس بشرية ربنا بيشجعها عشان تقرب منه فقال له هديك لو خليتك جنبي بس خليك جنبي وانا بقرأ الاثر وربنا بيقول للملايك انزله شوفوا الناس اللي طعنتوا فيهم جايين عشاني عاد تقول طرح انا جاي عشانك يا رب جاي عشانك ولا عشان حاجة عندك عاد تقولي نفسي جد دنياتك انت عايز ايه من ليلة القدر عشان كده العلماء لما تسألوا طيب والحائض وانه فسائل لسه مخلفة والرجل اللي كان نفسه يصحى ونم بعد المغرب ورحت عليه نومة وما لحقش ليلة القدر وكان نيته يروح لربنا عشان يجدد العهد معاه ويحيي القلب فالعلماء هلو كما قال ابن رجب ليس الامر بالاجتهاد انما الامر ببر يعني الموضوع متوقف على بر القلب انا عايزك يا رب واحد ملحقش يصلي الركعتين بس ركعتين توبة بيقول له ارجوك يا رب انقذني من نفسي عايز اكمل معاك بعد اليوم ده لو هتغفر لي ذنوبي وقابتي من النارة عشان اكون جنبك رب ابني ليه عندك عندك بيتا في الجنة مش عايز اروح الجنة وانساك هناك مش عايزك توسع علي وانساك عشان اتغفر لي مش عايز ااخد الحسنات واتطمن وخلاص مش محتاج لك خدتها منك عايز اكمل معاك عايزك انت والحسنات هتيجي هتيجي لانك انت معايا انت بتدي الحسنات للناس ما عملوش حاجة شرطة كريم عايز اكمل معاك فلما تسأل الحائض والنفساء والرجل راحت عليه نومة قال ليس الامر في الاجتهاد انما الامر في القبول وبر القلوب ثم قال اخواني اخواني رب قائم حظه من القيام السهر واحد سهران وبس نيته عايز حاجة من ربنا حاجة من ربنا مش هو مش عايز ربنا هو فكم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم هذا نائم وقلبه ذاكر يا رب اصحى وقف معاك اكلمك انت هذا نائم وقلبه ذاكر وهذا قائم وقلبه فاجر هاخد الثواب واصهر بعد كده صهرة اتطمنت خدت اللي انا عايزه منك عشان كده تعالوا نجد دنيتنا يا طلبة مدرسة الحب عايزي عايزه هو ولا عايز الهدية لو عايز الهدية اللي عنده صدقني هيدهالك هيدهالك لانها سهلة عليه قوي لكن لو انت عايزه هو على فكرة هو عايزك انت هو عايزك انت لنفسه مش عايز منك حاجة صلاتك بتصلح قلبك انفاقك بيخلف عليك سجودك بيدخلك الجنة اللي هتتفسح فيها وكل ده عشان تعيش معاه فلما تعيش معاه تتعرف عليه فلما تتعرف عليه تستمتع به في ناس ملتزمين كتير ما يعرفوش ربنا يعرفو الحسنات يعرفو الجنة يعرفو المخلوقات ما يعرفوش هو فعاشوا في السجن سجن مرادهم اما هو فطلع من الدنيا كما قال ابن تيمية في الدنيا جنة في ناس ما دخلتهاش جنة المعرفة يلا نقوم نصلي يلا نكتهد اكتر في العبادة بس ابنية الكلام معاه والتعرف عليه يلا نقف بن ايديه في ليلة القدر عشان يغفر لنا عشان نعرفو اكتر الغفور عشان يعتق رقبنا عشان نعرف اكتر العفو يلا نقف بن ايديه ونصلي ما نعودش في بيوتنا يلا اللي بيشتغل دكتور يكتهد عشان في ناس ممكن يتعور ليلة القدر ممكن واحد يعمل حدثة ولا عزه بالله ممكن واحد مريض يروح المستشفى يلاقي دكتور بيقيم الليل يحي ليلة القدر الناس اللي هتكون بتصور البرنامج المصورين والمخرجين بيحي ليلة القدر وكل البرامج اللي فيها قيمة بتقدم للناس احي ليلة القدر عشان تخدمه هو وصدقني والله لو بصلك بصت رضا هيغفر لك ويعتق رأبتك وما تقدم من ذنبه ما تخافش بس روح له هو ما تروحش الحاجة هتاخدها منه والله ما هتمشي إلا مجبور الخاطر واخد كل اللي انت عايزه لو عزته هو جد النهيتك اللهم أحيي قلوبنا في ليلة القدر يا محيي يا محيي القلوب يا محيي القلوب أحيي قلوبنا في ليلة القدر يا رب يا رب أعيننا على عبادة العشر الأواخر لنكمل معك بعد رمضان يا رب أعيننا على القرب منك في العشر الأواخر عشان يا رب لما نقرب منك ندق حلاوة الأرب منك فلما ندق حلاوة الأرب منك ما نختارش حاجة عليك دوقنا الأرب منك الاول عشان نعرفك بعد كده هتيجي الحسنات وهتيجي الجنة وهيجي اللي احنا عايزينه منك انك تعتق رقبنا بس الاول انت حسسنا بيك يا رب حسسنا بيك وبقربك الاول في العشرة الاواخر ولما نحس بيك ما نختارش اي حاجة عليك نخرج من رمضان بنعظمك وبنعظم خلقك وبنعظم الطاع عشان انت الطاع بتفرحك وبتدحكك ونطلع بنعظم رضاك قبل ما نعظم اللي احنا عايزينه منك اللهم احيي قلوبنا فيما تبقى من رمضان اللهم تقبل منا واقبلنا على مكان منا وشوفكم بكرة وصلي اللهم وسلم وبركة نبينا محمد الحمد لله رب العالمين